إن الطريقة إلى البيت الأبيض طويل وتتخلله مراحل عدة فكل ولاية تنظم انتخابات لاختيار مندومين لمؤتمرين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حيث يسمي كل حزب مرشحه للرئاسة تسبق مرحلة التسمية مجالس انتخابية أي اجتماعات محلية ينظمها كل حزب أو انتخابات تمهيدية تنظمها الولاية وتجري في مراكز الاقتراع وتبدأ العملية عادة في مجالس ايوان ناخبة تليها الانتخابات التمهيدية في نيوهام شاير فولايات أخرى بانتظار الثلاثاء الكبير الذي يشهد انتخابات تمهيدية في أكثر من عشر ولايات وتمتد هذه المرحلة على أربعة أو خمسة أشهر بعد ذلك يقوم المندوبون الذين انتخبوا في المجالس الانتخابية والانتخابات التمهيدية باختيار مرشحهم للرئاسة خلال مؤتمر الحزب العام وهنا يتعين ان يفوز المرشح بغالبية مطلقة لنيل تسمية حزبه بعد التسمية يختار الفائز عن كل حزب مرشحه لمنصب نائب الرئيس وفي نهاية المطاف يتواجه المرشحان في اقتراع الثالث من نوفمبر 2020 من دون ان ننسى ان المنافسة قد تضم اي مرشح مستقل ترجمة نانسي قنقر